العودة لحب الوطن هكذا كانت المشاعر هنا في الفشقة واللاشحفيون بعودتها إلى حب الوطن القوات المسلحة التي أعادت الانتشار في المنطقة واستعادت أراض عزيزة ها هي تكمل المجهود بإضافات تنموية فهذه اليسور تمثل حلقة الوصل بين الفشقة وبقية السودان نحن غسما نحلف قدامكم كلكم كلنا نفنى هنا في هذه المنطقة كلنا والجيش هجاكم هنا ذا قاعد والآلاف الثانين العساكر الثانين والآلاف السودانين كلهم حيجوا يدافع معاكم كأحصل لكم حاجة والله كانجزوا الاعتداء عليكم تاني هنا في أرضكم دي نحن بنحييكم كلكم وبنقول لكم إن شاء الله هذه المنطقة كلنا كسودانيين كلنا كحكومة نقيف معاكم لغاية ما تعمروها ولغاية ما تقبل منطقة جاسبة ولغاية ما زي ما قال أخونا رئيس الوزراء السودان كله يأكل منا من هنا كل السودان وتقبل كل قبلة للمستثمرين وقبلة للناس الداريني يجوا فعلا يستفيدوا من خيرات السودان وإن كانت العودة بلغة البندقية فإن السلطات السودانية لم تقطع شعرت معاوية في العلاقات الدبلوماسية مع دولة إثيوبياة مؤكدة موقفها الثابتة من سودانية أراضيها على مرمى حجر مننا هنا الجارة الثيوبية نحن دارين نقول هذه الجيرة نحن عايز الله تكون جيرة سلام وتنمية وأمن لكن بنفس الغدر نحن قادرين على حماية أرضنا وبلدنا والدفاع عننا نحن أصحاب حق ما منح كل المواسيغ الدولية والعهود بتأسس لشكل قاطع من سيادتنا على هذه الأرض مواطن الفشقة كانوا الأكثر سعادة فالأمن مبتقاهم الأول وقد تحقق والتنمية دارت عجلتها في واحدة من أهم مناطق الانتاج الزراعي في سودان تدين تهديد ما بعدها تهديد الأسببين دين حتى البحر كان بشاركونها يعني الموية احنا بقول لنا النص السماكة يقول لك بالنص أنا عندي عشرين راس من البهايب يعني الحب يضربون ضريب عندي أراضي إن شاءلت عندنا الواحد في مؤدن حمود بابورات ثلاثة بابورات ولوري إن شاءل والناس ذات كنا يعني وضع كان كعب يعني الناس كلها خلاص وصلت لمرحلة أنه خلاص يأس لكن الآن الآن يعني كل الناس وجوها مبسوطة وفرحانة يعني كنا الكبرى ده ما كنا نحلم به عودة الروح لهذا الجزء المهم من الوطن تعد مؤشرة مهما لإنسان المنطقة ودافعا حقيقيا لدوران عجلة الإنتاج والتنمية ترجمة نانسي قنقر